بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الزاوية الموجهة للثانية ثانوي رقم خمسة أنصح به شعبة تقني رياضي والرياضي وشعبة العلوم التجربية حيث قال أحسب A حيث أعطيت لنا قيمة A إذن ولننطلق على بركة الله إذن لاحظوا إذن نكتب هنا كعنوان نقول حساب ماذا A دقيقوا معي هنا جيدا ننطلق في أول شيء لإلى هذه القيمة اللي هي كوس ألفا زائد خمسة P على إثنان هذه نريد أن نعطي لها عبارةها المختصرة دقيقوا جيدا تصبح لنا ماذا تصبح لنا كوس ألفا زائد هذه خمسة P على إثنان أليس هي هي أربعة P زائد P على إثنان نعم لأنها هي أربعة P زائد P هي خمسة P تصبح تسوي لنا ماذا تصبح تسوي لنا كوس ألفا زائد نأخذ هذا أربعة P على إثنان زائد P على إثنان يعني نفكك فتصبح لنا أربعة P على إثنان زائد ماذا زائد P على إثنان لم أفعل شيء تصبح كوس ماذا كوس إذن هذا يختزل مع هذا تصبح لنا ماذا صبح لنا ألفا زائد إثنان P لأن لما نختزل أربعة مع إثنان تبقى لنا إثنان في البسط زائد ماذا زائد P على إثنان لكن بما أن هذا عبارة عن دورة كاملة فالدورة لا تحدث شيء أمام الكوسينيس إذن فتصبح لنا هكذا لأن هذه إذا جئنا إلى أي زاوية يا أبناء في الدائرة المثلثية إذا قلنا هذه الزاوية هي ألفا وأضفنا لها دورة كاملة تبقى الزاوية هي هي يعني ألفا إذن تصبح لنا ماذا تصبح لنا كوس ألفا زائد لكن هذا P على إثنان لا يمكن أن تخلي عنه لأنه هو ربع دورة فقط إذن نصبح لنا زائد P على إثنان دقيقوا الآن إذن نأتي الآن أبناء إلى الدائرة المثلثية ونتابع على ماذا تتحصل ركزوا ألفا عندنا الزاوية ألفا إذا قلنا ها هي الزاوية اسمها ألفا لاحظوا هذه الزاوية اسمها ألفا قال هو ماذا ألفا زائد تسعون لاحظوا إذا قلنا أن الزاوية تسعون هي هذه تخيلوا نوضف لها ألفا تصبح هنا يعني هذه الزاوية ألفا ونضيف لها تسعون معنى تصبح في هذا الموضع هكذا كما أشير هذه الزاوية يا أبنائي من هنا إلى هنا هي ماذا؟ هي ألفا زائد تسعون يعني P على إثنان دقيقوا الآن أرجوكم ماذا نبحث؟ نبحث عن السينيس عن كوسينيس الزاوية كوسينيس هذه الزاوية لو نقوم الآن بالإسقاط على محور الكوس هو هذه القيمة هذه التي أشير إليها باللون ماذا؟ باللون الأحمر ها هي أمامكم ركزوا ماذا يساوي لنا بالنسبة إلى الزاوية ألفا أليس يساوي لنا يا أبنائي هو هذا دقيقوا أليس هو هذا البعد هو هذا الذي أريكم إياه باللون الأسود ما معنى أبنائي؟ هذه القيمة تقع في الجهة السالبة وهذه بالنسبة إلى السينيس تقع في الجهة المجابة فماذا يساوي؟ إذن فتصبح لنا كوس ألفا زائد بي على إثنان تساوي لنا ماذا؟ بما أنها هي قيمة سالبة وهذا المكان قيمة مجابة على محور السينيس حتى يصبح هذه القيمة كذلك سالبة سالبة علينا إلا ضربها في ماذا؟ في ناقس فتصبح لنا ناقس ماذا؟ ناقس سينيس ماذا؟ سينيس ألفا لأنها هي الزاوية ألفا وعندنا هذه الزاوية الكبيرة هي ألفا زائد تسعون إذن هذه الزاوية ألفا زائد تسعون إسقاطها هي سينيس لكن بالقيمة السالبة لأنه جاء في الجهة السالبة حتى تفهموا الآن ماذا يمكن أن نكتب؟ نكتب هنا ونحتفظ بها نقول إنها تساوي لنا كوس عفوا أنت ساوي لنا ناقس سينيس ماذا؟ سينيس ألفا هذا الجزء الأول سوف نتركه في هذا المكان ثم بعدها نجمع هذا الأمر الأول نأتي بعدها الآن أبنائي بعدما أكملنا مع الجزء الأول نأتي إلى العبارة الثانية لاحظوا اللي هي هذا الجزء كذلك نقوم عليه بنفس الخطة فتصبح لنا تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا سينيس ألفا زائد سبعة بي على إثنان ما هو؟ أليس هو ستة بي زائد بي أجمعه تصبح سبعة بي على إثنان فتصبح سينيس تصبح تساوي لنا هكذا تصبح تساوي لنا سينيس ماذا؟ نفكك تصبح لنا ألفا زائد هذا على هذا زائد هذا على هذا فينتج لنا ماذا يا أبنائي؟ تصبح لنا ستة بي على إثنان زائد بي على ماذا؟ على إثنان فتصبح تساوي لنا سينيس ماذا؟ ألفا زائد لما نقسم هنا على إثنان وهنا على إثنان وتصبح لنا ثلاثة بي زائد ماذا؟ زائد بي على إثنان لم أفعل شيء إنما اختزلت فقط لكن هذه كذلك تصبح لنا سينيس سينيس آلفا زائد ثلاثة بي هي إثنان بي إثنان بي زائد بي زائد بي على إثنان بما أن هذا عبارة عن دورة كاملة فيمكن أن نذهبها مباشرة هكذا لأنها دورة كاملة بالنسبة لأي زوية إذا أضفنا لها عدد من الدورات تبقى هي هي فتصبح تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا سينيس آلفا زائد ركزوا معي هنا نقطة نقطة أبنائي حتى نتعلم تصبح لنا سينيس آلفا زائد بي زائد بي على إثنان أو بما أن الجمع عملية تبديلية فيمكن أن نقرب هذا إلى هنا تصبح لنا بي على إثنان زائد ماذا؟ زائد بي تعالوا نأتي الآن إلى الضائرة المثلثية ونوعية إذا قلنا الزاوية آلفا ها هي دقيقوا أرجوكم ها هي الزاوية آلفا ثم قال نقسم ثم قال ما هي؟ نضيف لها تسعون درجة تسعون درجة معناه بعدما كانت هنا نأتي ونضيف تسعون تصبح في هذا الموضع لاحظوا إذا قلنا هذه الزاوية اسمها آلفا فإن هذه الزاوية هي آلفا زائد بي على إثنان لكن نضيف لها مرة أخرى ماذا؟ نصف دورة نصف دورة معناه بعدما كانت هنا نعطي لها مئة وثمانون فتصبح في هذا الموضع هذه الزاوية لاحظوا قلت هذه من هنا إلى هنا تصبح لنا ما هي يا أبني؟ لو نوحد هنا يعني حتى تلاحظوا لو نوحد المقام أو نتركها التي تصبح لنا هذه الزاوية هي آلفا زائد ماذا؟ زائد بي على إثنان زائد بي يعني آلفا وزدنا لها تسعون ثم زدنا لها مئة وثمانون دقيقوا الآن الإسقاط وكيف يتم وما هي العلاقة التي نجدها ما بين الآلفا لاحظوا ها هي آلفا الكوس لديها ها هو يا أبنائي الكوس لديها من هنا إلى هنا لاحظوا والسنس لديها ما هو؟ السنس لديها ها هو يا أبنائي نركزوا أرجوكم نقطة نقطة حتى تعلموا نحن الزاوية التي نبحث عليها هي ماذا؟ هي هي هذه الزاوية هذه الزاوية هي نفسها يا أبنائي كم لهي آلفا زائد ماذا؟ زائد سبعة بي على ماذا؟ على إثنان نفسها دقيقوا الآن إذا رأينا إلى هذا السنس لأننا نحن الآن في جزء السنس يقع كيف هو؟ يقع قيمة سالبة لكنه هذه القيمة ألا تساوي بالقيمة مطلقة هذه القيمة التي أريكم إياها هنا باللون الأخضر؟ نعم فتصبح لنا هذه لكن بالقيمة المجابة وهذه بالقيمة السالبة ألا تلاحظون يا أبنائي أنها سوف تصبح لنا أركزوا أرجوكم نقطة نقطة تصبح تساوي بما أنها ناقص وهذا الزايد فنضرب هذا في ناقص حتى يصبح زايد معنى السنس الزاوية هذه يسوينا ناقص كوس الزاوية ألفا لأن كوس لديها هو قيمة مجابة أعيد هذا البعد بالقيمة المطلقة هذا البعد وهذا البعد متساويان لكن كقيم جبريا واحد سالب والآخر مجابة حتى يصبح متساويان ثم ذلك المجاب نضربه في ناقص فاصبح لنا تساوينا ناقص كوس ماذا؟ كوس ألفا فقط ثم بعدها يا أبنائي بعدما أنهينا نأتي بهذا الأمر كذلك ونحتفظ به هنا وبعدها نجمع الكل نتابع جيدا إذن نأتي كذلك الآن أبنائي إلى الجزء الآخر ثم نقوم بجمع كل واحدة على هذا دقيقوا معي إذن عندنا انتهى هذا دورها نأتي الآن إلى الحد الثالث ها هو كذلك لهو كوس ألفا زائد بي إذن تساوي اركزوا إذا قلنا ها هي الزاوية ماذا؟ ها هي الزاوية ألفا هذه الزاوية هذه من هنا إلى هنا اسمها ألفا نكتب هنا الزاوية ألفا وعندنا الزاوية الأخرى لهي ماذا؟ ألفا زائد بي يعني نضيف لها كم؟ نضيف لها مئة وثمانون بعدما كانت هنا نضيف لها نصف دورة فتصبح في هذا المكان هذه الزاوية اللي هي ماذا؟ اللي هي بي زائد ألفا يعني من هنا عفوا من هذا المكان إلى هذا المكان اللي هي بي زائد ماذا؟ زائد ألفا نلاحظ جيدا إذا رأينا نحن نبحث عن الكوس الكوس لديه هو ذلك الإسقاط الذي يقعه هنا كما أشير فقط أبني ها هو الكوس الذي أريكم هنا إياه باللون الأسود الخشن هذا الكوس لكن هل هو وقع في الجهة السالبة أم الموجبه؟ وقع في الجهة السالبة يصبح هنا الكوس هنا سالب ماذا يساوي لنا؟ بالنسبة ما هي القيمة التي يساويها؟ بالنسبة إلى الزاوية ألفا ألاحظ أنه يساويه بالقيمة المطلقة أنه متساويان الطول الأسود والطولي الأزرق متساويان كطول لكن مختلفان في الإشارة هذا قيمته زائد والآخر ناقص حتى يصبح هذا يساوي هذا ما علينا إلا هذا نضربه في ناقص فتصبح لنا ماذا؟ فتصبح لنا تساوي لنا ناقص كوس ماذا؟ كوس ألفا فقط يا أبني ها قد الآن جئنا بالعبارة التي بعدها ثم الآن نأتي بالجزء الأخير أو الحد الأخير كذلك لأن لاحظوا لنفهم الدائرة المثلثية تصبح هذه العلاقات المثلثية لا مشكلة معها قلت نأتي كذلك الآن إلى الجزء الحد الرابع ها هو أمامكم وننطلق فتصبح تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا كوس ماذا؟ ألفا ناقص ماذا؟ ناقص أربعة بي ناقص ماذا؟ لاحظوا جيدا أو نكتب هكذا حتى تفهموا نضع هنا زائد هكذا دقيق وأرجوكم نقطة نقطة زائد هكذا ناقص بي على ماذا؟ على إثنان وضعت هنا زائد تفاديا للناقص لأن الناقص إذا وضع على خط الكسر يكون يضرب في كل البسط اجمعوا هذا مع هذا كم؟ تصبح لكم ناقص خمسة بي على إثنان إذن لم نفعل شيء فتصبح تساوي لنا كوس ماذا؟ ألفا ثم نقسم الآن ناقص سبح لنا هذا مع هذا وهذا مع هذا لماذا لم أضع هنا الناقص؟ لأن لو وضعت الناقص هنا يكون البسط يضرب كل ينفي ناقص وصبح لنا زائد ونحن عندنا ناقص حتى تفهموا فصبح لنا ناقص أربعة بي على إثنان ناقص ماذا؟ ناقص بي على إثنان فتصبح تساوي لنا كوس ماذا؟ ألفا ناقص نجمع أن أختزل هذا مع هذا صبح لنا ناقص إثنان بي ناقص بي على ماذا؟ على إثنان بما أن هذا عبارة عن دورة لكن بالجهة السالبة فقط فيذهب مباشرة لأنه دورة ليس نسب دورة ويصبح لنا كوس ماذا؟ ألفا ناقص بي على إثنان ندقق جيدا هنا ننتبه إلى نقطة مهمة نقول بما أننا كوس ماذا؟ كوس ناقص ألفا يسأل لنا كوس هذه معروفة أنها ألفا لأن الدالة كوس دلة زوجية معنى في بطنها إذا كان السالب فيمكن أن يصبح موجب ما معنى أبنائي؟ معنى هذه الكتابة انتبهوا لها تصبح تسوي الناقص قلت بما أنه إذا كان في بطنها السالب كأنما نعتبر هذا كليا عدد سالب يمكن أن نضربه في ناقص فيصبح زائد إذا تعالوا فتصبح لنا هكذا ناقص في ألفا ناقص بي على إثنان ثم نغلق هكذا أطبق هذه القاعدة ننشر الآن هذا في هذا وهذا في هذا فتصبح تسوي لنا كوس ماذا؟ كوس ماذا؟ هذا الناقص في الناقص بي على إثنان تصبح لنا بي على إثنان ناقص ألفا طبقا لهذه الخاصية لخاصية الدولة الدالة كوس لأنها دالة زوجية أما لو كانت سين الشيء آخر انتبهوا جيدا الآن نأتي إلى الدائرة المثلثية فقط وننطلق في عملية الإسقاط وندقق على ماذا سوف نتحصل إذا كانت قلنا عندنا الزاوية ما هي؟ هي ألفا أولا دائما نأتي إلى الزاوية الأصلية هي ها هي ألفا من هنا إلى هنا إذا قلنا أن هذه الزاوية اسمها ماذا؟ ألفا وعندنا التسعون ناقص ألفا قل تسعون ناقص ألفا لاحظوا ها هي الزاوية التسعون وننقص لها ماذا؟ ننقص لها ألفا ها هي ألفا التي ننقصها مثلما نقول مثلا ثلاثون وتسعون ناقص ثلاثون تصبح ستون هذه الزاوية من هنا إلى هنا تصبح لنا بي على إثنان ناقص ألفا حتى تفهموا جيدا الآن دقيقوا جيدا نحن الزاوية التي نملكها التي نملكها هي هذه حتى تفهموا لي نفسها لي ألفا قلنا ناقص ماذا؟ خمسة بي على ماذا؟ على إثنان التي تساعدنا كم؟ تساعدنا بي على إثنان ناقص ألفا لم أفعل شيء دساتر التحويل فقط ركزوا إذن إذا جئنا إلى هذه ونحن مع ماذا؟ مع الكوس ليس مع السينيس دقيقوا أرجوكم نحن مع الكوس إذن إذا جاء الكوس يسقط هكذا الكوس لاحظ ها هو للزاوية ماذا؟ للزاوية اللي هي بي على إثنان ناقص ألفا الآن نلاحظ مع الآن يا أبناء مع ماذا؟ مع الزاوية ألفا لو نلاحظ إلى الزاوية ألفا لو يأتي ما هي القيمة لو نسقط هنا نجد أنه ماذا؟ ها هو الذي أسقطه هنا باللون الأزرق ألا تلاحظون يا أبناء أن هذه القيمة الموجبة وهذه القيمة الموجبة أنهما متساويتان متساويتان ما معنى متساويتان؟ إذا كان هذا الإسقاط هو إسقاط كوس هذه الزاوية فماذا يساوي لنا؟ أليس يساوي لنا السينيس هذه الزاوية ألفا؟ نعم إنه يساوي حتى لاحظوا الذي أريكم هنا باللون الأسود يساوي الذي هنا باللون الأسود فيصبح يساوي لنا ماذا؟ يصبح ليساوي لنا السينيس ألفا فقط بهذه البساطة الآن أبنائي ها قد ماذا؟ استخرجنا كل هذه العبارات الآن ثم نقول يصبح ماذا يساوي؟ ننطلق بالفرع الأول اللي هو ها هو يا أبنائي اللي هو كوس ألفا زائد خمسة بي على إثنان يصبح يساوينا ناقص ماذا؟ ناقص سينيس ألفا دقيقوا ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ عندنا الفرع الثاني ها هو اللي هو ألفا زائد سبعة بي على إثنان اللي هو ناقص كوس ألفا ثم عندنا الفرع اللي هو كوس ألفا زائد بي ها هو اللي هو ناقص كوس عفوا قلت ناقص كوس ألفا ثم عندنا الأخير اللي هو ها هو زائد سينس ماذا سينس ألفا نلاحظ أنه هذا سوف يذهب مع هذا يصبح لنا يصبح لنا ناقص اثنان ناقص كوس وناقص كوس يصبح لنا ناقص اثنان في كوس ماذا في كوس ألفا فقط يا أبنائي بهذه البساطة المطلقة ويمكن أن نعوذ حتى نتأكد أننا نحن على صواب أم لا عوذ هنا مثلا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر ماذا يصبح هذا يذهب إلى صفر لأن كوس سينس صفر هو صفر وهنا سينس صفر هو صفر كوس السفر هو واحد مع الناقص وهذا كذلك يصبح لنا كوس السفر هو واحد يصبح لنا ناقص اثنان أطبقوه هنا تصبح لنا ناقص اثنان في كوس الصفر لهو ناقص اثنان في واحد ويصبح لنا ناقص اثنان إذن نحن على صواب بهذه البساطة المطلقة أبنائي ها قد أنهينا هذا التمرين الرائع وفي الأخي الأبناء وبنات الأعزاء أرجوكم لا تنسون بالدعاء لنا بالصحة والعافية كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك لهي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة